أكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستعمل على تأمين جميع الاحتياجات الضرورية في محافظة أربد وشددت على أن سكان أربد ليعانوا نقص المواد الغزائية من الالتزام الجادي بتنفيذ التعليمات المقررة لسلامتك وسلامة أهلك الطيبين ولا نجاة لنا إن لم نكن على قدر المسؤولية فكلنا يحمي كلنا ومن هنا فإنني أؤكد لجميع المواطنين في مدينة إربد وضاحيها أن قواتهم المسلحة تعكفوا على تأمين حاجياتهم الضرورية وبعد قليل ستدخل إليهم أليات القوات المسلحة تحمل ما يحتاجون إليه من المواد الأساسية فلا خوف ولا قلق على معيشتكم وغابت حالة التهافت التي عرفتها سابقا الأسواق الأردنية عقب تأكيد الحكومة بتوفير السلع الغذائية وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تسمح للمواطنين الخروج للتسوق أو الحصول على الدواء دون الإخلال بحظر التجول ولو بشكل نسبي ومتدرج وربما مؤقت عاد الهدوء للأسواق الأردنية بعد حالة تهافت على شراء السلع والمواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية المخابز هي أولى القطاعات المتعافية من الاكتضاد والازدحام فلم تعد هناك طوابير طويلة تنتظر للحصول على ربطة خفز أما محال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية فهي الأخرى تشهد حركة بيع أعلى من مستوها الطبيعي لكن بدون تهافت ربما بسبب وعي المواطن أو أن المواطنين خزنوا كميات كبيرة من السلع لكن تأكيدات الحكومة على توفر السلع الغذائية وأيضا كثرة المعروض منها دفع بكثيرين للشراء حسب حاجتهم فقط توازن الحكومة بين متطلبات المواطنين المعيشية من جهة وبين التحوطات والاحترازات الطبية من جهة أخرى فهي تسمح بالتجوال والشراء في ساعات وأماكن محددة وفي المقابل تفرض إجراءات احترازية صارمة لمنع الخروج من المنازل تحت طائلة العقوبات المشددة وفي حال الخروج يجب التباعد وترك مسافة أمان طبية بين المواطنين لمنع تفشي وباء كورونا نايف مشاقبة سكانيوز عربية عمان ارتفع عدد حالات فيروس كورونا في الضفة الغربية إلى 97 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة وقال ناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن الحالات الجديدة تتوزع بين قرى أرطاس وحزمة والقبيبة في لبنان ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 8 حالات بعد تسجيل وفاة جديدة لسيدة في الثمانين من العمر وبلغ عدد الإصابات في لبنان 412 حالة بزيادة 21 حالة عن يوم أمس هذا وأخلت قوات مكافحة الشغب اللبنانية ساحتي الاعتصام في وسط بيروت بشكل مفاجئ قبل سريان قرار منع التجول الذي اتخذ على خلفية تفشي فيروس كورونا وقامت الأجهزة الأمنية بتحتيم كل الخيام المنصوبة من قبل المتظاهرين في ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح وأزالتها بشكل كلي منذ سورة السابع عشر من تشرين يحتاج المصابون بفيروس كورونا إلى الدعم النفسي إضافة إلى الرعاية الصحية المطلوبة وهو ما تعمل على تقديمه مجموعة من الأطباء في مستشفى رفيق الحرير الحكومي في العاصمة اللبنانية بيروت المستشفى لجأ لاتخاذ إجراءات صحية صارمة فيما يختص الدخول إلى غرف المصابين والأغذية المقدمة لهم كل هذه التفاصيل مع الزميلة دارين الحلوي التي زارت المستشفى الحكومي لإطلاعنا على الصورة ثقيلا يمر الوقت عليهم المصابون بكورونا والمقيمون في الحجر الصحي ليس متاحا أمامهم إلا القليل من الهواء المتسرب من نوافذ يواظبون على إقفالها ونافذة على العالم الخارجي تفتحها لهم هواتفهم الذكية في كثير من الحالات تغدو الأثار النفسية على مصابي كورونا أشد من المخاطر الصحية لما الأشخاص ما بدون عينية طبية كتير كبيرة وهذا الشخص حضب طيب الغرفة أكيد نحن مؤمنين له شوي صبل الراحة مثل التيفي موجود عنده واي فاي يحكي مع أهل وأنت مبدو ما في أي مشكلة ولكن الحالة النفسية هي أكثر شيء اللي هلأ عم تطلب بنا جهد بهذا الموضوع خصوصي لهؤية الأشخاص مشان هيك عم نحاول نبني فريق من حكمة مختصين بهذا الموضوع لا يقدروا يعملوا من نوع مثل فيديو كولز للعالم للأشخاص من جوة من غرفهم كورونا عدو غير مرئي يقبض عليه في المختبرات الطبية عبر فحص يدعى بي سي آر لكن محاربته تفرض طرقا وأسلحة استثنائية بدءا من ثياب الممردين ارتدائها ونزعها طريق التدريب اللي الموظفين على الألبسة الوقائية غسل الإيدان وفيه إجراءات وسياسات كمان على التنظيف تنظيف عند المريض تنظيف الأدوات الطبية للمريض اللي بتستعمل على المريض وتعقيمها كيف بيستم تعقيمها وتنظيف الغرفة والترمينال ديس انفكشن هي التعقيم النهائي للغرفة كمان كيفية المعام التعامل مع الغسيل للمريض كيفية التعامل مع الويست النفايات اللي بتطلع من عند المريض في المطبخ أيضا تعزل وجبات مصابي كورونا وتحضر بطريقة لا تعود منها أي مخلفات أو بقايا إلى داخل المستشفى صرنا نستعمل المستوعبات أحاديث الاستعمال لحتى تطلع بس من هون وخلص ما بقى بترجع على المطبخ يعني لحتى نتفادى نحن امتقال العدوى لباء المرضى والموظفين تمدد الوباء وارتفعت أعداد المصابين أعلنت الدولة اللبنانية التعبئة العامة وزادت فترتها لأسبوعين إضافيين يصطلح على وصفهما بالخطيرين فقدرة القطاع الصحي لا تواكب خطر انتشار المرض قطاع يواجه الوباء باللحم الحي لسيما في المؤسسات الحكومية ورغم الغبن اللاحق بحقوق موظفي هذا المستشفى الحكومي إلا أنهم تجندوا لتحويله إلى ساحة قتال تحارب هذا الوباء بما توفر من إمكانات دارين الحلو سكاينيوز عربية من مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت في تونس تغيرت ملامح العاصمة مع دخول المواطنين الحجر الصحي العام حيث اختفت الحياة في المناطق السياحية والتجارية في العاصمة ودما كانت تعج بالسياح والمرة ولم يبقى أمام التونسيون سوى الوقوف يوميا في طوابير للتزود بالمواد الغذائية والصحية والعودة سريعة إلى بيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا الباب كان السياح والزوار والتجار يمرون بالألاف يوميا نحو أزقة المدينة العتيقة لتونس إما للتجارة أو لزيارة معالم المدينة من العهد الحفصي إلى تونس الحديثة الآن كما ترون المحلات مغلقة والمطاعم والمقاهي مغلقة حتى تلك الدكاكين التي كانت تبيع الأشياء القديمة مغلقة في تغير جذري في الحقيقة لمعالم الحياة اليومية للتونسيين من أهم مظاهر التغير الجذري لحياة التونسيين هو الوقوف في الطابور كنشاط شبه وحيد يوميا في ساعات الصباح الأولى للتزود بالمؤني والمواد الغذائية والصحية وكما ترون الطوابير طويرة أمام مثلا مخبزة في أحد أحياء العاصمة تونس مع احتفاظ المواطنين بمسافة الأمان حوالي متر ونصف على الأقل لطبعا التفادي أي عدوة مفترضة بين المواطنين مفترق طرق الساعة المدخل الرئيسي لشرع الحبيب بورقيبة القلب النابذ للعاصمة تونس يبدو الآن خاليا بعد أن كان أحد متسببي أزمات الاختناق المروري وسط العاصمة تونس نتيجة التزام كل المواطنين لبيوتهم خوفا من تفشي فيروس كورونا سيف الدين العام ريسكاينيوز عربية تونس قد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبحث فرض حجر صحي على ثلاث ولايات أمريكية بينها نيويورك وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب فوض وزيري الدفاع والأمن الداخلي لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل الأمريكيين إلى الخدمة وبموجب القرار تستدعى قوة الاحتياط للمساعدة في مواجهة وباء كورونا العالمي وللخدمة بمدة تصل إلى سنتين بعدد لا يتجاوز مليون عنصر في الخدمة في أي وقت وهذه الصور هي من نيويورك حيث تبدو منطقة وول ستريت خالية من المارة ومن العمل وهي في هذه اللحظة تحديدا ساعة الذروة قبل إقفال الأسواق العالمية عادة ما تختلف هذه الصورة اختلافا جزريا وتكون مقتضى في المغرب ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى ثلاثمائة وثمان وخمسين بينما بلغ عدد الوفيات ثلاثا وعشرين وأقرت الحكومة المغربية حزمة إجراءات لدعم العاملين في القطاع غير المهيكل والذين لا تشملهم صرديق الضمان الاجتماعي بهدف تعزيز المنظومة الصحية في المغرب مع تسارع عمليات فحص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا يسابق المغرب الزمن لإقرار إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف لدعم الفئات الأكثر تضررا من حالة الطوارئ الصحية التي دخلتها البلاد توقف النشاط الاقتصادي وضع مئات الآلاف من العاملين في القطاع غير المهيكل والذين لا تغطيهم صناديق الضمان الاجتماعي في وضع أكثرها شاشة الحكومة المغربية أقرت دعما ماليا مؤقتا لتلك الفئات يصرف من الصدوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي جمع مليارين ونصف المليار دولار من مساهمات المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين الإجراء المعلن يضاف إلى قرار سابق بتوزيع دعم مالي للعاملين المسجلين في صناديق الضمان الاجتماعي حزمة إجراءات مواجهة الوباء ركزت أيضا على تعزيز المنظومة الصحية وأقرت توفير أكثر من مئتين مليون دولار تصرف بشكل خاص في شراء المعدات الطبية وتجهيزات المستشفيات وبينها ألف سرير للإنعاش وخمسمائة وخمسون جهاز للتنفس ومئة ألف عدة لأخذ العينات ومئة ألف أخرى من معدات الكشف إضافة إلى شراء الأدوية وتعزيز إمكانيات اشتغال الوزارة الصحة وفي سياق دعم الجهود المغربية قرر الاتحاد الأوروبي تخصص مئة وخمسين مليون يورو لحاجيات الصنوق المغربي الخاص بتدبير وباء كورونا وتعيش البلاد منذ العشرين من مارس الحالي حالة طوارئ صحية تمتد حتى العشرين من أبريل المقبل وتتضمن حذر خروج المواطنين من المنازل إلا للضرورة وبإذن مسبق ومنع التنقل بين المدن بينما تواصل أعداد الإصابات والوفيات ارتفاعها مع توسيع عمليات الفحص أعلن السودان تسجيل إصابتين جددتين بفيروس كورونا لسودانيين قدماء من الخارج ووضع فورا تحت الحجر الصحي ليرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سودان إلى خمس حالات إلى بريطانيا حيث عدنت السلطات تسجيل مائتين وستين حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لقصل مجمن الوفيات بالفيروس في بريطانيا إلى ألف وتسعة عشر وتخطى عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا السبعة عشر ألف حالة هذا ويدين رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون شؤون البلاد من حجره الصحي في مقال رئاسة الحكومة عقب إعلانه أمس إصابته بفيروس كورونا وفي حال تدهور الحالة الصحية للجونسون فسيكون على وزير الخارجية دوميني كراب القيام بمهام رئيس الوزراء مراسلنا من لندن جيبة مصفية ومزيد من التفاصيل هنا في شارع داونينج أو داونينج ستريت أكثر الأماكن تحصينا من الناحية الأمنية في بريطانيا محصن من الناحية الأمنية وليس من الناحية الصحية حيث دخل فيروس كورونا إلى داخل مقر الحكومة فأصاب رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون وعدد من المسؤولين مما استدعى أن يقوم رئيس الوزراء بالحجر الصحي في داخل هذا المقر يقدم له الطعام على باب الغرفة التي يقبع بها يتناول طعامه وبعدها يتركه ولا يخالط أحد يدير شؤون البلاد عبر دائرة تلفزيونية وفي حال تدهورت حالته الصحية فإن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيقوم بمهام رئيس الوزراء البريطاني بكامل الصلاحيات الحكومة البريطانية بدأت اليوم عمليات اختبارات صحية لجميع العاملين في القطاع الصحي لتأكد من خلوهم من فيروس كورونا فيما أيضا أقام القطاع الصحي العام وبدأ العمل بتجهيز مستشفيين في بيرمينغهام ومانشستر شمال إنجلترا بشكل مؤقت لاستقبال آلاف الحالات المتوقعة بفيروس كورونا السلطات الصحية البريطانية تتوقع خلال الأسبوعين أو ثلاث أسابيع المقبل أن يكون هناك تسجيل بالآلاف لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا قبل أن تعيد تقييم حالة التباعد الاجتماعي التي أقرتها الحكومة البريطانية ومدى التزام المواطنين بعد تسجيل عدد من المخالفات لمواطنين خرجوا من بيوتهم دون مبرر جياب أبصفية سكاينيوز عربية لندن ونعود إلى أخبار فيروس كورونا في المملكة المتحدة حيث نستعرض بعض النصائح الوقائية التي قدمتها وزارة الصحة البريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بفيروس كورونا في الممرات في انتظار المعدات وأسرة الإنعاش لعلها تنقذهم من براثن الموت الوضع سيء جداً بل ويتجه نحو الأسواء ذلك بسبب تزايد أعداد المصابين ونقص الأسرة والمعدات والأجهزة وهذا يجعلنا في وضعية حرجة لإرسال الأطقم التبية لمواجهة الفيروس بدون معدات أساسية وضع حرج دفع مدريد إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات أبرزها تجهيز مستشفيات ميدانية تخفف الضغط على المراكز الصحية الرئيسية مشهد يوضح حجم العجز الذي يلقي بظلاله على إسبانيا فلا أحد بإمكانه استشراف ما سيقع خلال الأسابيع المقبلة ووسط الأنباء التي تبعث معظمها على التشاؤم بارقة أمل تكشف عنها السلطات الإسبانية إذ أكدت تسجيل علامة إيجابية تتمثل في تباطئ أعداد الإصابات اليومية ويخدع سكان إسبانيا الذين يناهز عددهم 46 مليون لإجراءات العزل العام التي مددت إلى غاية الحادي عشر من أبريل المقبل هدى وأعدنة السلطات الهولندية تسجيل 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالية الوفيات نحو 639 حالة في حين ارتفع مجمل الإصابات في هولندا ليتجاوز 9762 شخصا مصابا بالفيروس إلى أقليم لومبارديا في إيطاليا حيث تم تسجيل 542 وفاء جديدة بفيروس كورونا في مدن الإقليم ويعتبر لومبارديا أشد أقليم إيطاليا تأثرا بالوباء كما تم الإعلان عن أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم ليرتفع عدد الإصابات إلى نحو 40 ألف وفي فرنسا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 299 وفاء جديدة بالفيروس في وقت قررت فيه الحكومة تمديد الإغلاق الوطني العام لأسبوعين إضافيين حتى منتصف أبريد المقبل نحن الآن في جادة الشانزيليزي في قلب باريس والتي تبدو شبه خاوية دخلنا الأسبوع الثاني من العزل الصحي كل المحال التجارية مغلقة بالكامل وحدها محال بيع المواد الغذائية والبنوك والصيدليات بقيت مفتوحة هناك نحو 100 ألف من رجال الشرطة منتشرون في عموم فرنسا للتدقيق في الوثائق التي تسمح للشخص بالخروج من منزله لغايات ضرورية جدا الكثير من الأعمال التي توقفت بشكل كامل والخسائر بالمليارات هنا في البرلمان الفرنسي تم تبني قانون الطوارئ الصحية فحال انتشار وباء كورونا هنا في فرنسا هو من سيء إلى أسوأ كما تؤكد السلطات الفرنسية المستشفيات تغص بالمصابين الذين أصبحت أعدادهم بالألاف الوفيات بالمئات من يحتاجون إلى أسرة في العناية المشددة أيضا أرقامهم ترتفع بشكل ربما يفوق قدرة المستشفيات على استيعاب ذلك رئيس الوزراء الفرنسي قال بأن الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا فريس المدينة الصاخبة وبرجها الشهير الذي عادة ما يتجمع حوله المئات من الأشخاص يوميا لأخذ صور للذكرى اليوم ما من أحد فيها هنا والكل يأمل بأن تصبح هذه الأيام مجرد ذكرى عز غريب اسكانيوز عربية فريس في إيران ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2517 بعد تسجيل 139 وفا جديدة كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 35 ألف في الصين بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مدينة وهان بؤرة تفشي فيروس كورونا حيث أعداء عادة السلطات فتح مراكز النقل والمراكز الصناعية الرئيسية بشكل جزئي بعد أكثر من شهرين على عزلة شبه تامة بسبب كورونا عادت الحياة تدب في مدينة وهان من جديد مدينة كانت حتى أسابيع قليلة بؤرة الإصابة بفيروس كورونا في الصين لكن ما يجري في المدينة الآن يعطي الأمل للعالم بالتخلص قريبا من الأزمة هكذا بدت وهان بعد أكثر من شهرين على إغلاقها إثر اكتشاف فيروس كورونا وسط أكثر من 12 مليونا من قطنيها العائدون الذين انقطعوا عن أهاليهم في المناطق الأخرى بسبب إجراءات الحجر استقبلوا لأول مرة ولكن من دون عناق أو قبولات كالسابق لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة رأينا فيها وهان لقد واجه الناس الذين سافروا خارج المقاطعة بعض التمييز آملوا أن لا يعامل الناس حوبي على أنهم فيروس المواصلات عادت بمختلف أنواعها تتحرك من وإلى المدينة التي تعج بالمصانع والمرافق الاقتصادية والسياحية ورغم ذلك فقد اتخذت السلطات عددا من الإجراءات الوقائية لفحص القادمين والتأكد من حرارتهم ووضعهم الصحي بهدف ضمان الانتقال بأمان نحو المرحلة القادمة في إعادة دورة الحياة كما كانت قبل ظهور الفيروس أعتقد أن استئناف العمل يمثل نوعا من الأمل ويظهر أن الصين منتصرة أعتقد أنه من الضروري أن نعود إلى العمل كما ترى هناك العديد من المدارس التي لم تستأنف الدراسة بعد كل هذا يجعلني أشعر بالفخر كصيني 60% من الإصابات بكورونا في الصين كانت في ووهان لكن هذه الظاهرة سرعان مشاهدة خفاضا حادا في الأسابيع الأخيرة في الهند أدى الإغلاق الكامل للبلاد والذي اتخذته السلطات في مواجهة فيروس كورونا إلى تأثر كثير من القطاعات أهمها القطاع غير المنظم وقطاع العمرين بالأجر اليومي الذين يقدرون بعشرات الملايين واتخذت السلطات سلسلة إجراءات للحد بين التأثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية لكن البعض يقول إنها غير كافية توقفت الحركة بشكل كامل في هذا السوق وغلقت المحلات التجارية وغادرها أصحابها إلى منازلهم بعد اتخاذ السلطات قرار الإغلاق الكامل في الهند وللحد من انتشار فيروس كورونا هذا السوق كان يعج بالحياة وبالناس وكان الناس أيضا يتون ويستخدمون وسائل النقل البسيطة والمعروفة بالركشة ولكن هذا هو حالها أيضا وهذا حال بعض أصحابها الذين بقوا أمام وسائل نقلهم يندبون حظهم وما أصبحوا عليه من وضع اقتصادي ووضع لا يحسدون عليه وبالتالي يبدو الأثر كبير جدا خاصة وأن هذا القطاع غير المنظم هو يمثل عصب الاقتصاد أو العمود الفقري للاقتصاد الهندي وبالتالي يبدو أن الأثر سيكون كبير جدا وتداعيته ستكون كبيرة خاصة إذا ما قامت السلطات بتمديد عملية الإغلاق السلطات تنبهت إلى تداعيات التي بدأت تظهر منذ اليوم الأول لعملية الإغلاق وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بدأت من خلال تخصيص 22.6 مليار دولار لمساعدة الفئات الفقيرة والمزارعين والفلاحين وأصحاب المهنة الذين يعتمدون على الأجر اليومي لكن البعض يرى أن ذلك ربما قد لا يكون كافيا خاصة وأن الملايين من الأشخاص يعملون في هذا القطاع القطاع غير المنظم وبالتالي فإن الآثار ستبدو عميقة وكبيرة وتداعيتها ربما ستكون خطيرة خلال الأيام القادمة وبالتالي هناك دعوات للحكومة لتنفيذ مزيدا من الإجراءات لحماية هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع وحماية أسحاب المهنة الصغيرة محمد القاضي سكاي نيوز عربية نيو دالهين في توكيو أصيب 60 شخصا بفاروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وهي زيادة يومية قياسية وطلب محافظ توكيو من سكان العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة تجنب النزهات غير دورية حتى 12 من إبريل المقبل واعتبر أن ارتفاع الإصابات وضع توكيو على حافة إعلان حالة الطوارئ ترجمة نانسي قنقر